اشتركوا في القناة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة تقولها في هذه الزيارة أولا الإمارات والبحرين بلد واحد وحقيقة مثل هذه الزيارات هي زيارات يعني معتادة من البلدين لكن تكمن أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الاستثنائية لتعيشها المنطقة أزمة كورونا والقضايا الإقليمية أيضا الموجودة اليوم على الساحة العالمية أعتقد أن البحرين والإمارات تخطت مرحلة التعاون ووصلت إلى مرحلة أعلى من التعاون اليوم المصير مشترك القضايا مشتركة بين البلدين الرؤية تقريبا متحدة في كثير من القضايا الموجودة على مستوى الحكومي وأيضا على مستوى مجلس النواب كان لنمك قبل فترة في مجلس النواب زيارة قامت فيه معالي رئيسة مجلس النواب أيضا إلى المجلس الاتحادي هناك في دولة الإمارات وتم تنسيق كافة القضايا المتعلقة بين المجلسين فإذا تكلمنا على التعاون بين البلدين فنتكلم عن تنسيق في كافة الأمور وقضايا متحدة تقريبا في كافة الأمور الدولية والإقليمية طبعا كما ذكرت علاقات تاريخية وثيقة تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كيف تصف مدى عمق هذه العلاقات الأخوية برأيك؟ لا يمكن أن نجزها في هذا اللقاء ننتكلم عن علاقات امتدت أكثر من مئتين سنة أسسها الآباء والأجداد واليوم قيادة البلدين حقيقة التي تعكس كل هذا التعاون الكبير أيضا على مستوى الشعوب أعتقد شعب البحرين والإمارات واحد متحد في أفكاره في آراءه في قضايا المحلية والإقليمية والدولية علاقات أعتقد أنها لا يمكن وصفها بأي علاقة أخرى هذه العلاقات أنت نشوفها هنا وجودي معكم مشاركتكم هذه الزيارة هذه ليست الزيارة الأولى أنا قبل أن أكون مذيع في تلفزيون البحرين فكانت لنا أيضا زيارات فيما يتعلق بتبادل المذيعين مذيعين بحرينيين قدمون في تلفزيون أبوظبي وأيضا من تلفزيون أبوظبي يقدمون في تلفزيون البحرين وهذا حقيقة ما يعكس الاتحاد في كافة الأمور أنا لا أتكلم عن تنسيق عالي المستوى فقط بين حكومة بين رؤساء دولة فقط بين برلمونات أيضا على المستوى الخاص والتواصل اليوم نحن عندنا أهل وزملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أعتقد أن ما يمس الإمارات بشيء هو يمس البحرين يعني لما كان هناك اعتداء إرهابي على دولة الإمارات نحن نعتبر اعتداء على البحرين شعب البحرين وقيادة البحرين وكافة الأطراف تنظر بأن هذا الأمر اعتداء واضح للبحرين وكذلك مواقف الإمارات مع البحرين هي مواقف لا تنسى فأعتقد أن هذه العلاقات حقيقة نموذج اليوم بين العالم أن نحن نتمتع بعلاقات مختلفة عن بقية دول العالم نعم أنت نايم محمد كعضو في مجلس النواب وعضو في لجنة الخوة البحرينية الإماراتية لو تنقل لنا العمل المشترك في هذا الجانب كعضو في لجنة الخوة البحرينية الإماراتية والله هو بدأ هذا التعاون من المجلس الأول في عام 2002 لما أسس سيدي جارة الملك ميثاق العمل الوطني وانطلق مشروع الإصلاحي بوجود سلطة شرعية بغرفتين اليوم أتكلم عن المرحلة الأخيرة يمكن كانت مثل ما قلت لك كانت هناك زيارة إلى المجلس الاتحادي كانت تسبق هذه الزيارة تسليم دولة الإمارات للبحرين رئاسة الاتحاد العربي البرلماني من رئيس المجلس الاتحاد الإماراتي إلى رئيس مجلس النواب البحرين فكان هذا التنسيق في هذا الجانب وكانت أيضا قبل اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وكانت هناك قضايا مطروحة للتصويت عليها في هذا الاجتماع كان في أندونيسيا في منطقة بالي تم التنسيق على توحيد التصويت على بعض القضايا المشتركة بين البلدين هناك أيضا تم توقيع أكثر مذكرة تفاهم على المستوى البرلماني لتبادل الخبرات بين الأمانتين العامتين في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل الزيارات طبعا جاءت زيارة معالي رئيسة مجلس النواب بعد زيارة أيضا رئيس المجلس الاتحادي إلى مملكة البحرين قبل تقريبا شهرين وتم توقيع مذكرة تفاهم أيضا أخرى أعتقد هذه الزيارات كانت مستمرة على طول حتى في فترة الكورونا كان هناك اجتماعات متواصلة عن بعد بين لجنة الأخوة البحرينية الإماراتية في البحرين وفي الإمارات لتنسيق المواقف والقضايا بشكل عام فيما يتعلق بالوضع الإقليمي ومكان يحدث بالنسبة لانتشار الفيروس اللي يمكن عصف بكثير من دول العالمية والبحرين مالكة حققت انجازات كبيرة في تصدي لهذا الفيروس من خلال الإجراءات التي طبقتها في مختلف جوانب الحياة في البحرين سعادة النايب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب عضو في لجنة الأخوة البحرينية الإماراتية شكرا جزيلا لك مرحبا فيك من أهلك وإخوانك وأنا سعيد بهذا اللقاء شكرا لك